موسيقى أول حاجة أنا ابتديت كرة سلة من وانا عندي 8 سنين ما ابتديتش باسكت بس أنا ابتديت باسكت وتنس وسباحة وكده بس استقرت في الأخر على باسكت وتنس بس كان فيه مدرب كان يمرني كتير وكده أول ما ابتديت أنا معدتش حتى خالص في المدارس كتير أنا ابتديت من وانا عندي 8 سنين بعدها 8 سنين وأسبوع دخلت الفريق على طول فمعدتش كتير خالص قال لي أنت هتبقي مشروع نجمة بصراحة أنا كنت فاهمة عن إيه مشروع نجمة من وانا عندي 8 سنين حسيت إنها لأ أنا عايز أستنى شوف إيه مشروع نجمة ده دخلت منتخب من وانا عندي 16 سنة فأول سنة دخلت في منتخب لعبت أفريقيا أخدت أحسن لعبه في أفريقيا بعدها بسنة أخدت برضو أحسن لعبه في أفريقيا تحت 18 فمن وقتها بقى وانا قلت لأ أنا خلاص أنا مش 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 قادرة سيب الباسكت ومستنية إن أنا شوف فريق كبير عايزة برضو كان حلمي بصراحة إن أنا أخد أحسن لعبه في أفريقيا الحمد لله تحقق في آخر بطولتين يعني أكيد وأنا صغيرة وأنا في المدرسة كان الموضوع بصراحة كان بالنسبة لي أصعب من الجامعة أنا كنت شاطرة جدا في الجامعة كان حتى متخرجة بانتياز بس كانت الجامعة على طول فعايزة تديني امتحانات لوحدي بامتحن كانت عايزة مثلا تزبطني في محاضرات أحضرها لوحدي ما كانتش عندهم أي مشاكل خالص كانوا موافقيني على طول إن أنا يامتحن لوحدي يا إما أخد محاضرات لوحدي بيبعتولي على طول إن هي عملت إيه في البطولة ها أنتي كويسة ولا لأ فبصراحة كانوا هما بيبدوني دعم رهيب فطول الوقت حاسيني أن هما فخورين أن أنا عندهم في الجامعة بصراحة المدرسة كان موضوع أصعب لأن أنا ما كنتش بعرف أمتحن لوحدي طبعا إحنا في وصل لازم كلنا نمتحن مع بعض ما ينفعش حد يمتحن لوحدي فده بالنسبة لي كان أصعب فكنت على طول بلجأ لجوابات بقى مني أنا عايزة جواب أن أنا عندي ماتش عندي تمرين عندي فدكت بالنسبة لي للصعوبة أكتر في المدرسة بس قدرت أن أنا أمشي الدنيا على طول لما أنا طول الوقت ببقى عايزة أن أنا أخلص حاجتي على طول فهم على طول بيبقوا يدوني بتحناتي الواحدة محاضراتي الواحدة دروسي الواحدة فعرفت أن أنا أقلم نفسي على طول حتى دلوقتي أنا بشتغل الموضوع بالنسبة لي سهل بخلص شغل بروح التمرين بخلص شغل على طول بسرعة مش بسيب حاجة ورايا فطول ما أنا بنجز وبعرف خلص حاجتي على طول اللي بعت الشغل جات لي وأنا أنا كنت في السيد أصلاً طول عمري في السيد ده تاني موسم لاي في الأهلي من وأنا في السيد أولاً ما خلصت مدرسة وجيت أدخلت جامعة كانت سنة 2013 كنت لساً مخلصة بطولة أفريقيا على طوله كنت واخد أحسن لعيبة في أفريقيا جالي ثلاث منحات اثنين من أمريكا واحدة من أسبانيا بس أنا رفضت بصراحة أهلي يعني كانوا مدعمين الموضوع بطريقة غريبة ويالله وسافري وكده مش حافة لو كان جيه وقت الجد كان إيه ليها يحصل كان يقولولي أعودي ولا أه بس أنا موصلتاش أصلاً للجد يعني أنا نفسي أنا اللي رفضتها كنت خايفة يعني حاسة بصراحة أنا ندمانة أن أنا مسفرتش يعني طب ليه مجربش مع أن دلوقتي بقى كل الناس الصغيرين اللي بيخلصوا مدرسة وطلعين الجامعة لأ خلاص هم رايحين يحترفوا على طول في دوري جامعات في أمريكا أنا ندمت طبعاً على الفرصة دي كفرصة تعليم وكفرصة باسكت طبعاً هبقى يعني احتكيت بثقافة تانية بفرق تانية بناس بره تانية فده كان هويدفلي كتير قوي مش مغرورة والله بس أنا فعلاً حاسة أنه أن أنا موهوبة يعني من وانا صغيرة وانا عندي الموهبة دي أنه أنا بعرف ألعب بعرف أجيب ثلاثيات يعني حتى لما بغيب كتير عن من سيزن لسيزن لما منتقى يعني خلاص خلصنا الموسم ده دخلين على الموسم اللي بعديه فبنقص فترة كده متوقفين لأ أنا ما بحبش أن أنا قاعد كتير في البيت بنزل على طول أتمرن بنزل أشود بيبقى على طول اللي نقصني مثلاً اللي يقل بدانية فعش كان مبقاش عايزة قاعد كتير في البيت لح سنة شدة أو حاجة لكن البسكت حاسة أنه هو كده كده موجود اللي بنقصني مثلاً هي اللي يقل بدانية فبنحبش أن أنا قاعد في البيت كتير بحيس أنها الموهبة بصراحية اللي بتفرق المدربين في مسيرتي طبعاً هم اللي حطوني على أول الطريق هي أنا موهبتي موجودة بس كل مدرب اتمرنت معي استفدت منه حاجة مفيش مدرب اتمرنت معي إذا كان منتخب أو نادي ما استفدتش منه حاجة خدت الحلو بتاع المدربين كلهم يعني دا استفدت منه حاجة دا استفدت منه حاجة وتمرنت مع مدربين كتير جداً جداً طبعاً المدرب اللي لي يعني الفضل في اللي أنا وصلت له هو أول مدرب مراني في حياتي وكابتن سيد هو بصراحة اللي علمني أمسك الكورة إزاي أنا كنت بشوف كورت الباسكت كده الناس تعد تجري وراها كنت شفاهمة إلي اللي مفوض نعمله إلي اللي تكنيك بتاعها بس مدرب دا علمني إزاي أمسك الكورة كنت بشوفه في أي حتة بيمرن بروح أتمرن معاه متمرن ثلاث مرات في اليوم طبعاً كان بيأثر على دراستي وكده بس حاولت بصراحة أن أنا وفق على قد ما أقدر كنت بروح وراه بصراحة في كل حتة هو دا اللي قال لي أنت ستبقي مشروع نجمة وصدق يعني بصراحة مكدبش خالص